اشتركوا في القناة عندنا ضربة جزاء من شد علني من مدافع دجلة للعبنا أحمد رمضان بكهم أمام عين الحكم أحمد الغندور وأمام شاشات الفار ورغم كده خبراء التحكيم بيأكدوا أنه طبعاً دي ضربة جزاء لكن رغم كده الحكام سواء حكم الساحة أو حكم الفار ما شافوش أن دي ضربة جزاء مستحقة للنادي الأهلي وبالتالي ظلم النادي الأهلي في مباراة وادي دجلة واستحق نقاط المباراة كاملة يعني اتظلم في نقطتين هنا طبعاً هنا الخطأ ودخل مطلط الجزاء كانت لابد الخطأ موجود وراكة الجزاء والفار فينا كانت الفار ما شافش خلاص بقى يعني أحمد الغندور كان لعبة الشد قريب يعني لكن ما تعرفش بقى الفار ما شافش اللي عنده إيه أنا ما قدرش أحكم فيه نروح للمباراة التانية وهي مباراة البنك الأهلي واللي برضو انتهت صفر صفر وكان فيها خطأين تحكيميين الخطأ الأول هدف صحيح ملغي لنادي الأهلي لعبنا أيمن أشرف كرة عادية جداً يتسجل زيها أهداف كتير جداً في الدور المصري وفي أوروبا وكلها تحسبت وعشان كده فيه خبيل تحكيمي أجنبي يأكد إنها هدف صحيح للنادي الأهلي وطبعاً معظم خبراء التحكيم أكدوا على صحة هدف النادي الأهلي اللي ألغي الحكم وبرضو فيه ضربة جزاء من لمسة يد على لاعب البنك الأهلي الخطأين دول أثروا في نتيجة المباراة وبرضو حرموا الأهلي من نقاط المباراة كاملة يعني الظلم الأهلي فيه كمان نوطتين نروح للمباراة التالتة والتعادل التالت بفعل فاعل أمام برامدز والحكم جهاد جريشة الحكم جهاد جريشة المتهم بمجملة الأهلي وظلم الزمالك حرم النادي الأهلي من فوز مستحق على برامدز من خلال عدم احتسابه لضربة جزاء واضحة وضوح الشمس كرة من أبجديات ضباط الجزاء لاعب النادي الأهلي واخد القرى ولاعب برامدز أحمد سامي اللي هو يمثل عقدة ما لكابتن جهاد جريشة لاعب رجل لعبنا محمد شريف وقدام عين الحكم جهاد جريشة وأمام حكم الفار وبرضه عدت وما تحسبتش مش كده وبس في نهاية المباراة فيه هدف صحيح ملغي للنادي الأهلي وهنا بقى بنحط علامة استفام وتعجب كبيرة جدا لأن الحكم جهاد جريشة ما استناش الكرة حتى تدخل جون هو صفر بمجابة ما شاف التحام عادي جدا بين بواليا وشريف إكرامي وصفر عشان حتى يمنع الفار يعني قال يعني وأنه يتدخل يعني عشان يمنع الفار من أنه يصح خطأه ويحسب هدف صحيح للنادي الأهلي ورغم كده برضو اللعبة دي يعني لو إحنا مش نحسبها هدف للنادي الأهلي هيكون فيها ضربة جزاء صحيحة للنادي الأهلي من أنطارة أحمد سامي برضو للعبنا بواليا يعني أنت هنا في لعبة واحدة ضربتني مرتين لا حسبتي لهدف صحيح ولا حسبتي ضربة جزاء أنت عقبتني في مرتين في لعبة واحدة وطبعا إجمال المباراة قلنا ضربة جزاء وهدف صحيح ملغي للنادي الأهلي إذن لتالت مرة يتحرم الأهلي من نقاط المباراة كاملة والتالت مرة يخسر الأهلي نقطتين بفعل فاعل وهو الحكم جهاد جريشا تنمي القرى عما نجعل بلاي هتلاقي فيه مهاجمة من لعب نادي بس نقف هنا خلاص دي ركلة جزاء واضحة ونفس على القرى القرى واعت من إيد شريف ده تنافس عادي جدا تنافس عادي جدا وأنا أبرر في القرى دي أنا لو حكم مباراة أكمل للعب بالسبب بسيط أنا لو حرس المرمى وطلع أمسك القرى وفي دفع لازم القرى هتنزل أصادي نروح لآخر مباراة وهي مباراة الأهلي وغزل المحلة واللي خسرها الأهلي صفر واحد لصالها غزل المحلة هنا أنا بتكلم تحكميا فنيا الأهلي ما كانش يستحق الفوز أبدا فنيا احنا قدمنا مباراة في منتهى السوق لكن كتير جدا في الدور المصري وحتى بطولات أوروبا وكوؤوس عالم في فرق كتير بتكسب مباريات وهي مش أحق بيها وهي بتقدم أداء متواضع ده طبيعي لكن اللي مش طبيعي إن الحكم يتطوع ويعقبني ما ينفعش حكم يحسب ويسجل اللي هو فريق غزل المحلة هدفه من فاول غير صحيح وكمان ما يحسب ليش ضربة جزاء لمحمد هاني من ضربة جزاء أقر بيها الحكم طبعا كل خبار التحكيم يعني بما رأسهم طبعا ساميرو عثمان وإحمد الشناوي وكمان ما طراتش لاعب المحلة ومدافع المحلة وكورة طرد باشر يعني الحكم مسؤول عنها والفار مسؤول عنها وحتى بالانزار التالي في الدية سبعين برضو ما طراتش اللاعب طيب نشوف بعد كده هدف المحلة نعم الفاول اللي اتحسب على النادي الآلي لا يوجد شبهة فاول فيه قد اللعبة اتنين رفعين رجلون بلعاب الكورة مع بعض الفاول مش موجود نعم مرامي ربيع خدوا الكورة خدوا الكورة يعني المقل اتنين مع بعض عندهم فرصة في لعب الكورة هنا بقى دي لعبة محمد هاني نشوف قدم اللاعب المحلة هو بالشكل ده هو نعم خلاص حط قدمه نعم امام قدم لعب المحمد هاني اللي حييجي فيه نعم يعني حط رجله على برجله فاخد لعب محمد هاني خلاص نعم محمد هاني لازم يسقط هاي بالشكل ده فطبعا هي دي ركل الجزاء واضحة اذا احنا قدام هنا تعمد لتعطيل النادي الاهلي بتسع نقاط كاملة يخلوا رصيد الاهلي من 37 نقطة حاليا ل46 نقطة احنا قدام تعطيل متعمد للنادي الاهلي من الحكام المصريين ورغم كده بيتهموا انهم بيجاملوا النادي الاهلي لا النادي الاهلي مش بتجامل النادي الاهلي بتظلم كل موسم بتظلم وبيدفع ثمن يعني عقدة اضطهاد زملكوية وانهم شايفين ان فيه دايما ابتزاز من الزملكوية لحكام مصريين عشان يجاملوا الزمالك وييجوا على الاهلي نتمنى ان الحكام مصريين يتخلصوا من عقدة الزمب دي بقى ويبدأوا يحكموا تحكيم عادل يدوا كل فريق حقه انا عايزة تجاملني وهتظلم الزمالك عايزة تديني حقي بس ولو اخدت حقي فناخد الدوري كل سنة بشكل مرتاح جدا اتمنى تكون سلت وصلت للحكام واتمنى برضو من لعبة الاهلي انها تعطرت بشكل لائق وطالب بحقها وبرضو بطالب جمهوري النادي الاهلي مابيش حاجة اسمها انا وحش فننفعش اطالب ان الحكام تديني حقي لا لو انا وحش برضو ممكن ااخد حقي الحكام مش مسؤوليتها انها تعاقبني عشان انا وحش فنيا لا انا اخد حقي حتى لو كنت وحش فنيا موسيقى